فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة حذر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ أي سلطات أخرى يرىها رئيس الجمهورية ضرورية كما أعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 97 وتسعينياتين وألف أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجب جرت بالقصد